اشتعلت من جديد ازمة الفنان محمد رمضان والطيار اشرف ابو اليسرى بعدما ظهر في فيديو صخر فيه من الطيار الموقوف الخلاف بينهما يعود الى اكتوبر الماضي عندما نشر النجم المصري مقطع فيديو داخل كابينة قيادة طائراته الخاصة اقل فيه انها اول تجربة له في قيادة طائرات احدث الفيديو جدلا واسع على مواقع تواصل الاجتماعية لتقرر وزارة الطيران حرمان الطيار من ممارسة المهنة مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا اي اعمال تخص طيران المدني الطيار لم يعلق على الواقعة فترة ثم نشر مقطع فيديو منذ ايام برر فيه صمته بمحاولته التواصل مع رمضان لكنه لم يتوصل لاي حل معه منذ وقوع الازمة في المقابل نشر رمضان فيديو جديد يؤكد فيه ان الطيار طلبه بدفع تسعة ونصف مليون جنيها كتعويض له لكن الكابتن ابو اليسر كذب رمضان بعد ايام حذف النجم المصري الفيديو ثم نشر مقطعا اخر ليجدد الازمة ظهر فيه داخل احدى غرف العمليات معلقا الدكتور اللي صورني وافو عن العمل مدى الحياة ساخرا من ازماته مع طيار الموقوف شاركنا برأيك من المخطئ في اطراف هذه الازمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة